هذه أبرز العناوين يلقبونها بوحش إخماد الحرائق المغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي يملك طائرات الكندير عاجل أمريكا تخرج بهذا التصرح على المغرب إسرائيل وهذا ما قالته المغرب وإسرائيل يوقعان ثلاث اتفاقيات شراكة بحضور وزيري الخارجية بوريطة ولابيد والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس يلقبونها بوحش إخماد الحرائق المغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي يملك طائرات الكندير يعتبر المغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي يتوفر على طائرات من طراز كيندير سيل 415 المتخصصة في إخماد الحرائق الكبرى والتي يلقبونها بوحش إخماد الحرائق ويمتلك المغرب ست طائرات من هذا النوع التي يبلغ سعرها حوالي 400 مليار درهم ويمكن لهذه الطائرة أن تقوم بحمل 6 أطنان من الماء الممزوج ببعض المواد لتشكيل رغوة كيموية تطفئ النيران وتحد من انتشارها كما يمكنها أن تخفض علوها إلى 15 مترا ثم تلقي حمولتها من الماء على مساحة تصل إلى أزيد من 400 متر ثم تعود للتزود بالماء من جديد وهي لا تحتاج دائما لمطار فيمكنها النزول على أسطح البحيرات والبحار وتمكن الطائرات كيندير سيل 415 التابعة للقوات الجوية الملكية من السيطرة على الحرائق التي اندلعت في وحات زاقورة يوم التلتاء وعقوبة تداول صوار الطائرات عبر عدد من المغارب عن فخرهم واعتزازهم بانتمائهم إلى بلد كالمغرب عجل أمريكا تخرج بهذا التصريح على المغرب وإسرائيل وهذا ما قالته وصفت كتابة الدولة الأمريكية المغرب وإسرائيل بالشركين المقربين للولايات المتحدة وذلك بمناسبة زيارة وزيرة الشؤون الخارجي الإسرائيلي يائر لابيد للمملكة وقال المتحدث باسم كتابة الدولة الأمريكية نيد برايس إن الأمر يتعلق بخطوة مهمة أخرى في مصاري تعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل وأضف برايس نحن مقتنعون بأن علاقات طبيعية بين إسرائيل وجيرانها العرب تخلق فرصا جديدة لكي يسود السلام والإزدهار للمنطقة وأشار المتحدث باسم الديبلوماسي الأمريكية إلى أن العلاقات بين المغرب وإسرائيل قد حققت بالفعل مزايا حقيقية للبلدين لاسيما الرحلات الجوية التجارية المباشرة والتعاون الاقتصادي ووفاة المكتبين لإتصال المغرب سيسجل 25 ألف إصابة بكورونا و200 حالة وفاة يوميا أرجع البروفيسور شاكيب عبد الفتاح أستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب بالضار البيضاء الارتفاع الكبير في أعداد الحالات المسجلة والوفاية إلى المواطنين الذين لم يحترموا الإجراءات التي سنت الحكومة لمحاربة الجائحة والقضاء عليها أو أنها تدابير غير كافية ويجب التشدد أكثر وأضاف البروفيسور المغربي خلال حلوله ضيفا في نترة الأخبار على قناة ميدي أن تيفي أن السلطات مطالبة بالتدخل في الأماكن التي تشهد اختلاطا وازديحاما للحد منها مؤكدا أنه كلما كثر الاختلاط ستكثر الوفيات مرضفا أن أقسم الإنعاج ممتلئة بالمسنين ممن يعانون أمراضا مزمنة الذين كانوا يتقون في المشاويدين المحردين على عدم التلقيح لأنه خطير وهم اليوم من يؤدي التمن للأسف مضيفا كما أن الشباب الذين كانوا يعتقدون أنهم غير معنيين بمضاعفة فيروس عدد منهم اليوم يرقع بالإنعاج ومنهم من يقضي نحبه لأنهم لم يستفيدوا من التلقيح يوضح أستاذ الأمراض المعودية بكلية التب بالدار البيضاء وتابع شاكيب أن الوضع سيئ في أقسام الإنعاج إذ أن أغلبها ممتلئ ما تطلب إضافة أقسام أخرى تستوعب العدد المتزايد للحالات المصابة مرضفا أن المغرب لم يصل بعد إلى مرحلة الدروة إذ يمكن أن يبلغ المغرب 25 ألف إصابة في اليوم ويمكن كذلك أن يتجاوز 200 حالة وفات في اليوم وعن دور التلقيح في الحد من انتشار الفيروس أوضح أستاذ الأمراض المعودية بكلية التب بالدار البيضاء أن التلقيح لا يعطي مفعوله في الحين بل يتطلبه الأمر على الأقل شهرا حيث أن الملقحين اليوم ستدار نتيجة الجرعتين في شهر أكتوبر المقبل واستطرد شكيب أن اللقاح الذي يستعمل اليوم فعال ضد المتحور ديلتا ولا يمكن الاعتماد على المناعة الجماعية للقضاء على الفيروس ما دامت المتحورات تظهر بل يجب الاعتماد على احترام الوقاية الجماعية مرضفا أن إجبارية التلقيح ستفرض نفسها في مختلف الإدارات وتوقع أستاذ الأمراض المعودية بكلية الطب بالدار البيضاء أن يزداد عدد الحالات في شهر ستنبر للأسف داعيا إلى التصرف عبر تدبيرين أساسيين دخول تعليمي عن بعد في الأشهر الثلاثة الأولى على الأقل ودخول سياسي عن بعد عبر تنظيم حملات انتخابي عن بعد وعلى الأحزاب السياسية أن تنهج طريقة التجربة الأمريكية التي بينات أن هذا الأمر ممكن في السياسة المغرب وإسرائيل يوقعان ثلاثة اتفاقية شراكة بحضور وزيري الخارجية بوريطا ولبيد قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطا في مؤتمر صعفي مشترك مع نظره الإسرائيلي يائر لبيد إلى أن استئناف علاقتنا مع إسرائيل يعكس رغبة الملك محمد السادس بإعادة تفعيل آلية التعاون بين المملكة المغربية وإسرائيل وشدد بوريطا على أن الملك محمد السادس يرى أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين منوها إلى أن هناك حاجة ماسة لإعادة بناء التق بين الإسرائيليين وفلسطينيين والحفاظ على مبدأ حل الدولتين ولفت وزير الخارجية المغربي إلى أن الملك محمد السادس يؤكد على الطابع الخاص والفريد لمدينة القدس باعتبارها توراة مشتركة للإنسانية ولأديان السماوية الثلاثة وأن المغرب يؤيد العودة السريعة للمفاوضات الجدية والمباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جانبه عبر وزير الخارجية الإسرائيلي يائر لبيد عن امتنانه لرؤية الملك محمد السادس والشجاعة للعلاقات بين إسرائيل والمغرب مشددا على أن الصداقة مع المغرب خائمة على التواصل والسعي لحل النزاعات وأكد لبيد أن الاتفاقات الموقعة ستجلب لبلدانا الإبتكار والفرص لصالح أطفالنا وأطفالهم لسنوات قادمة ووقع الطرفان مذكرة تفاهم لإحداث آلية للتشاور السياسي بين بلدين والتي تهدف إلى المستهمة في تعميق وتقوية العلاقات المتعددة الأوجه والتعاون بين البلدين وتهدف المذكرة إلى إجراء الطرفين لمشاورات منتظمة بشأن استعراض جميع جوانب علاقاتهم التنائية وستشمل مشاورات التعاون التنائي جميع المجالات خاصة في التعاون السياسي وكذا الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والتقافي كما وقع الجانبان اتفاقا خاصا بالتعاون في مجال التقافة والرياضة والشباب بين حكومة المغرب وحكومة إسرائيل هذا الاتفاق حدد الإطار العام الذي سيعمل وفقه الطرفان وعلى تشجيع وتطوير التعاون في مجالات التقافة والرياضة أما الاتفاق الثاني فيركز على تعزيز الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل ويهدف الاتفاق إلى تعزيز وتطوير العلاقات التنائية والتعاون بشأن الخدمات الجوية بين البلدين كما يرمي إلى تطوير نظام طيران دولي قائم على مبدأ المنافس بين شركات الطيران ويهدف أيضا إلى إقامة شبكة نقل جوي قادرة على توفير خدمات جوية تستجيب لحاجية العموم فيما يخص خدمات السفر والشحن الدوليين بأسعار وخدمة تنفسية في الأسواق المفتوحة بالإضافة إلى ضمان أعلى درجات السلام والأمن في النقل الجوي الدولي ترجمة نانسي قنقر